قال وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا إن أبرز أولويات تعز هي التحرير من الميليشيا الانقلابية وفك الحصار وتطبيع الأوضاع وتوفير الخدمات وإنفاذ قوة القانون ومواجهة وباء كورونا وأكد المخلافي في حوار خاص مع موقع سهيل نت بأن الحملة الأمنية قامت بإعادة كل البيوت والأراضي التي تعرضت للاعتداء والاقتحام خلال المرحلة الماضية داعيا من لازالت لديه بيت أو أرضية مغتصبة أن يتقدم بشكواه إلى الجهات المختصة مؤكدا تطهير المحافظة من بؤر العناصر الإجرامية التي كانت بمثابة خلايا تعيق التحرير وأن الدولة اليوم حاضرة في كل المناطق المحررة من المحافظة بعد القبض على العناصر الخارجة عن القانون ومواصلة متابعة الفارين من العدالة مشيرا إلى أن تعز هي الأفضل من بين كل محافظة البلاد من حيث الاستقرار الأمني واعتبر المخلافي التقارير التي تحاول شيطانة تعز بأنها تأتي في إطار التخدم مع ميليشيا الحوثي من بعض المأجورين وبهدف تحقيق مآرب سياسية وبالنسبة لسير الجبهات في تعز أكد وكيل محافظة تعز بأنها غير متوقفة وبأن أبطال الجيش الوطني تصدون ببسالة لكل محاولات الاختراق التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ويحققون تقدمات بين الحين والآخر مؤكدا أن الجيش الوطني في تعز على أهبة الاستعداد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعسكرية العليا وقال المخلافي أن السلطة المحلية بدأت من نقطة الصفر وانتقلت من مرحلة لا دولة التي سببتها حرب الميليشيا الحوثية إلى مرحلة الدولة مشيرا إلى أن شحة الإمكانات هي العائق الأبرز أمام جهود السلطة المحلية لتطبيع الأوضاع بشكل كامل كمؤكدا أن السلطة المحلية مكونة من كل الأطياف وعن مصير ملفات الفساد الخاصة ببعض المسؤولين في المحافظة أكد وكيل أول محافظة تعز بأن الملفات أحيلت للقضاء ولا زالت في نطاق الجهات المعنية والسلطة القضائية وبالنسبة للوضع في المحافظة والتلاعب في الأسعار أكد الوكيل المخلافي بأن السلطات تبدل جهودا لمنع التلاعب بالأسعار مشيرا إلى وجود بعض العوامل التي تقف وراء تذبد بالأسعار وفي مقدمتها عدم استقرار الأسعار صرف العملة وكذا الوضع الاستثنائي والحصار الجائر ووعورة الطريق التي يصعب مرور الشاحنات الكبيرة اشتركوا في القناة